المسائية من الميادين وفي عنوين ملفيها للليلة عقب تولي رئاسة الحكومة سوناك يتحدث عن قرارات صعبة لتصحيح أخطاء ترس فأي حلول يمتلك وأي تبعات على أوروبا وبريكزيت بعد عام على الانقلاب واشنطن تدعو إلى انهاء الحكم العسكري في السودان لماذا رفع الأمريكيون الغطاء وماذا عن الاستفاف السياسي مساء الخير كلف ملك بريطانيا تشارز الثالث ريشي سوناك تأليف الحكومة الجديدة وتشاء الأقدار أن يكون أول رئيس يعين في عهد تشارز من أصول غير بريطانية وأسيوية بالتحديد واضح أن استقالة ليزتراس بعد أسبوع ستة فقط على تعيينها كشفت عن خلافات داخل حزب المحافظين كانت واضحة من خلال كلمة سوناك بعد تكليفه معلنا أنه سيعمل لتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها أو ارتكبها سلف سوناك كان واضحا في كلمته بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية عميقة والصراع الدائر في أوكرانيا أبرز أسبابها يعد سوناك أصغر رئيس وزراء بريطاني منذ مئتي عام وأول رئيس ذي بشر ملونة وأول رئيس كذلك هندوسي تلقى فور تكليفه دعما من رئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون وذلك رغم توتر العلاقات بينهما كثيرة هي العقبات التي سيسعى سوناك إلى تخطيها أولها إعادة توحيد حزبه بعد الشرخ الذي أصابه ثانيتها السعي لمنع انتخابات مبكرة يسعى حزب العمال إلى فرضها أما ثالثتها فتبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي وسط تبدل في مزاج البريطانيين تجاه البريكزيت فضلا عن عودة النزع الانفصالية بقوة ورابعتها التعامل مع حالات الرفض التي يواجهها لدى شريحة واسعة من البريطاني لمناقشة هذا الملف الأول في المسائية نرحب بضيفينا نرحب بالعضو السابق في مجلس العموم البريطاني والمحل الاستراتيجي من لندن السيد جاك أرنولد وكذلك الترحيب موصول من باريس بلكاتبة الصحفية سيدة هدى إبراهيم أهلا بكم أبدأ معك سيد جاك بداية يعني ملفت للأنظار وصول السيدة سوناك إلى أعلى مستوى أو أعلى منصب يتولى في بريطانيا ما هي المهمة التي كلفة أو المهام المكلفة مكلف بها سوناك وأيضا ماذا عن مستقبل بريطانيا هل هي مرهونة بما سيقدمه من خطة مستقبلية قد تنقذ بريطانيا واقتصادها المنكمش أول ما يجدر بريطانيا سوناك أن يقوم به هو أن يحقق الاستقرار على مستوى الاقتصاد والسوق المالي لسيما وأن بريطانيا أسوة بمعظم البلدان والدول المتقدمة فهي تنفق الكثير على مساعدة رأي العام والشركات للتعافي مع الجائحة وهذه تدخلات كانت مكلفة للغاية وزادت من معدلات أدين لدينا وأدى ذلك على مستوى العالمي برماته إلى ارتفاع معدلات الفائدة وتقلص الكثير من الاقتصاديات العالمية لذلك سيتمثل هدفه الأول بتحقيق الاستقرار على مستوى مالية الدولة وكذلك التعامل كما ذكرتم مع تدعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي البريكزيت وهي حركة دعمها الشعب البريطاني بصورة كبيرة وبالطبع لهذه المسألة مجموعة من السلبيات والإيشبيات بما في ذلك تدعيات مرتبطة بالتبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ما كانت تسعى إدارة أو حكومة راس أن تفعله هو أن تجد توازنا بين الطرفين لكنها تدخلت بشكل مباغت ما أدى إلى حالة من الهلعي في الأسواق المالية الآن رئيس الوزراء سونك هو مصرفي يتمطع بطول باعا في هذا المجال ويمكنه أن يستغل كل منافع بريكزيت بشكل أمثل سيد جاك اسمح لي فقط لأنه واضح من الخطاب الأول أو الكلمة الأولى لسونك بأنه سوف يستعيد وحدة حزب المحافظين وهو الذي قال بأنه هذا على رأس أولوياتها أو المهمة التي سيؤديها هذا النجاح مشكوك به أم لديه قدرة على تحقيقه ولسيما نحن نتحدث عن حزب المحافظين في هذا العام 22 انقسامات بالولاءات واضحة ما جعله غير قابل كذلك للسيطرة إن كان من قبل جونسون بسلفه أو حتى من قبل ترس يعني هذا الحزب منقسم على نفسه إلى تيارات متعددة ما صعوبة هذه المهمة وهل قادر سونك على تحقيقها لا أعتقد أن المشكلة تتعلق بالانقسام الحاصل على مستوى هذا الحزب وتحوله إلى مشموعة من التائرات الداخلية المهم هو توافق على قائد قادر على اتخاذ القارات بشأن السياسات المطلوبة لسؤال حظ سيدة ترس تصرفت بتسرع كبير وتسببت بذعر في السوق لذلك كان لابد لهذا الحزب من أن يقوم باتخاذ خيار حاسم وكان ليتخذه لو تصرف سونك على نحو نفسه ما ننتظر منه الآن هو أن يقوم بتشكيل حكوماته وأن يقوم بإدخال في هذه التشكيل الحكومية مجموعة من الأشخاص الذين يمثلون الأطياف المختلفة على مستوى الحزب الجمهوري لكن بالطبع وعلى رغم من ذلك ستتعلق المشكلة بإدارة أثر تدخم معدلات الفائدة وارتفاع معدلات الإنفاق ذي تحديات كبرى لكنني أعتقد أننا بأياد حسنة سيدة هدى هل هي نفسها المقاربة يمكن الحديث في باقي الدول الأوروبية بالتطلع إلى هذا الوجه الجديد بخلفيته وأيضا ونحن نتحدث بتاريخ بريطانيا يعني الأكثر شبابا الاختلاف من أصول مهاجرة ذي بشرة ملونة وأيضا ينحدر من عائلة ثارية ولكن هل يمكن الحديث عن استفاقة أوروبية تجاه ما يحصل في بريطانيا بالمعنى السلبي أو بالمعنى الإيجابي يتم المقاربة بها لا ليس هناك استفاقة هناك معاناة أيضا في بلدان أوروبية أخرى متعلقة بهذه الأزمة التي صارت طويلة وسط طول أكثر وهي الأزمة الأوكرانية وتعاطي أوروبا معها وكميات المال التي تدفعها بلدان أوروبية مختلفة وأيضا بسبب أزمات الوقود والغاز والطاقة والكهرباء في عدة بلدان أوروبية وفي العالم أجمع بشكل عام وأيضا بسبب غلاء المعيشة في فرنسا اليوم يقارب السبعة بالمائة بينما هو في بريطانيا عشرة بالمائة إذن المعاناة هناك أكبر وأيضا نحن نعرف أن لبريطانيا تقاليد اقتصادية مختلفة تماما عن التقاليد الاقتصادية الفرنسية تحديدا وطبعا هناك كثير من العوامل ساهمت في هذه الأزمة منذ العام 2016 ولنذكر هنا أن بريطانيا غيرت رؤساء حكومات في السنوات الخمس الأخيرة أربع مرات وغيرت الكثير من الوزراء نتيجة هذه الأزمة الناتجة ليس فقط عن الخروج من الاتحاد الأوروبي أو الأزمة الأوكرانية لكن عن عوامل اقتصادية كثيرة في بريطانيا يمكن يعني إذا أخذنا فرنسا إيطاليا بريطانيا نعم هناك من يقود الحكومات أو الرئاسة من الأشخاص المختلفين لنقل هناك اليمين المتطرف الذي وصل إلى رأس الحكومة في إيطاليا هناك رئيس شاب في فرنسا لكن هذه ليست عوامل حاسمة في السياسة التي تقودها هذه البلاد أعود إليك سيد جاك خصوصا فيما يتعلق بواقع حزب المحافظين يعني هناك تشكيك كبير بأن تتجه أو يتجه الحزب المحافظين ونحن نتحدث عن خمسة رؤساء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وغير يعني معرفة أو خارطة طريق واضحة بانتشال هذا الاقتصاد هل يتحمل الجزء الأكبر حزب المحافظين بهذا الشق؟ أم نحن نتحدث عن عوامل أشارت إليها قبل قليل السيدة هدى؟ لا شك في أن الجميع في العالم في أوروبا والعالم برماته يعاني نتيجة التبعات الاقتصادية الإجراءات التي اتخذتها دول كافة في إطار تكايف مع جائحة كوفيد-19 فلهذه الإجراءات تدعيات تكبح لجمع اقتصاديات العالم برماته وما زادت طين بلاه هو أن رئيس بوتين قرر أن يعود إلى إجراءات وإلى حقبة القرن التاسع عشر والعشرين من خلال الانتلاق بهذه الحرب الجنونية وبالتالي وضع أوروبا أمام صعوبات كبرى كلها تطورات تفرض تحديات جسيمة وكبرى بالنسبة للاقتصاديات والحكومات كافة والمملكة المتحدة ليست معفية من ذلك إلا أننا من ملكه الآن هو رئيس وزراء يتمتع بدعم من أطياف حزبه كافة ومن الأطياف كافة ويمكنه أن ينطلق بحكومة قوية حيث أن حزب المحافظين يتمتع بأكثرية في الحكومة وليس مضطرا للاتماد على شركاء في أي تحالف ما ينسحب على ألمانيا، على إيطاليا وفرنسا حيث الرئيس مثلا لا يتمتع بأكثرية على مستوى الجمعية الوطنية لذلك أعتقد أن وضعنا أفضل بعض الشايفة نمتلك الأسس المطلوبة لكي تمكننا حزب المحافظين من أن يبسط سيطرته وإلى الآن الأفق تبدو جيدة ولكن هل حزب المحافظين أيضا بالوقت نفسه سيد جاك كان كما قيل بين خيارين أحلى همامر إما الانصياع لانتخاب وتسكية سوناك لرئاسة الوزراء وإما الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة وكل استطلاعات الرأي تعطي التقدم لحزب العمال وهذا ليس لمصلحة حزب المحافظين صحيح أن الاستفتاءات تتحدث في الوقت الراهن عن تقدم لحزب العمال ولكن ذلك يرتبط أيضا بمسائل وقرارات اتخذت على مستوى داخلي على صعيد حزب المحافظين ولحصن الحظ لقد تمت معالجة هذا الأمور وبدنا نملك خليطا مختلفا بين رئيس وزراء يتمتع بخبرة طويلة في القطاع المالي وهو مدعوم كذلك بوزير مالية محنك في السياسة وفي عالم الاقتصاد ومعا هذا الثنائي يمكنه أن يطلق حكومة قادرة على تعامل مع الصعوبات الاقتصادية التي نشأت في المملكة المتحدة نتيجة التسارع التي انتهجته لاسترس في التعامل مع الملفات كافة ليس فقط على مستوى الملفات الداخلية لكنها كذلك أساءت التعامل مع الانشققات الحزبية بتسرع وتهول كبير ولذلك في نية المطاف وصلت حكومتها وصلت دورها القيادي إلى برحلة الانهيار سيدة هودا تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تبدل بمزاج الناخبين وحتى المواطنين البريطانيين وهنا نستشهد ببعض ما كتبه بعض النقاط حتى في الصحف مثل صحيفة البريطانية أنه قبل أيام تتحدث على رئيس مجلس الوزراء الجديد بالمملكة الاعتراف بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأا وهذا ما نتجه عن هذه السياسات حتى يمكن أحد أكبر الاقتصاديين البريطانيين جاي هندس والدعم لحزب المحافظين ينتقد خطة البريكزيت ويقول أن المحافظين غير مؤهلين لحكم البلاد هل صحيح توصيف أن بريطانيا رجل أوروبا المريض ينعكس بطبيعة الحال على واقع الاتحاد الأوروبي ومنشهده من احتجاجات مستمرة وانعكاس اجتماعي وأزمات اقتصادية تضخم مالي انخفاض في الفائدة وانعدام حتى أو انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين الأوروبيين هي بريطانيا اليوم يعني المثل الأكبر على ما يمكن أن تعبر أو تعانيه أوروبا في الأشهر أو الفترة المقبلة بسبب كل هذه الأزمات التي تعصف بها بعد كورونا والحرب والاقتصادات تعاني فعلا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نعم أضر بها وزادة مشكلة إلى مشكلات أخرى كانت موجودة في السابق ولحقها مشكلات أخرى لكن اليوم نعم أوروبا تعاني الاتصادات الأوروبية تتراجع هناك مشاكل في التضخم في ارتفاع الأسعار والبلدان الأوروبية عموما تعاني من هذه المشاكل هذا مثلا ما يدفع اليسار الفرنسي لأن يقوى اليوم لأنه يعارض سياسات الحكومة هذا ما يدفع أيضا مثلا في بريطانيا الناخب البريطاني إلى معارضة الحزب الحاكم اليوم هناك 63% من البريطانيين يريدون التوجه نحو انتخابات مبكرة لذلك فإن رئيس الحكومة الجديد سيكون كمن يمشي على البيض لأن القرارات التي سيتخذها ستنعكس سلبا أو إيجابا على هذه المطالبات والضغوطات الملحة للذهاب نحو انتخابات مبكرة لذلك نحن نراه عينة الكثير من الوزراء السابقين لأنه ينشد الاستقرار وبقاء الأمور على ما هي عليه ولا يريد أن يسير بالأمور بعجلة كي لا يلاقي نفس مصير رئيسة الوزراء التي سبقتها لأن الأمور فعلا دقيقة جدا وتحتاج للتأني في اتخاذ القرارات رغم العجلة التي تفرضها وما يفرضه تراجع الاقتصاد البريطاني هل نتحدث عن استقرار نسبيا بالاستقرار السياسي لمدة عامين إلى حين الانتخابات النيابية المبكرة بأن يستمر سوناك بهذه المهمة ولذلك رأينا استعادة هذه الوجوهة القديمة مثل وزير المالية هانت؟ نعم وزير المالية ووزير الدفاع ووزيرة الداخلية التي استقالت من الحكومة السابقة نعم هناك محاولة للمضي قدما والحيلولة مهما كلف الأمر دون الذهاب إلى انتخابات مبكرة لكن مرة أخرى الأمر يتعلق بالسياسة التي ينتهجها بالخطة الاقتصادية العاجلة التي ستعلن قبل نهاية هذا الشهر في بريطانيا لإنقاذ الاقتصاد البريطاني سادس قوة اقتصادية في العالم يعني رأينا ما حدث من تدخل بونك انجلترا في الفترة الأخيرة لإنقاذ العملة يعني يشبه حالة بلد من العالم الثالث يشبه حالة لبنان في ذلك اليوم كان الوضع لذلك نعم كان هناك هزة كبيرة واليوم أي شخص يعني على رأس الحكومة في بريطانيا مهمته دقيقة ومهمته صعبة وليس بالتأكيد سينجح فيها ويحتاج إلى الكثير من الجهود ومن التضافر لذلك توحيد الحزب الحاكم ضرورة قصوى حتى يعني يتقدم في مساعيه وهذا ما قال عنه بأنه من أبرز أولوياته تحقيق هذه الوحدة للانطلاق بهذه الخطة أو الاستراتيجية الإنقاذية ولكن بانعكاس هذه السياسة الاقتصادية المهمة في لندن على واقع ووجهة الاتحاد الأوروبي اسمح لي وابقيا معنا لو سمحتم ضيفين العزيزين ولكن بهذا العرض يعني تحديدا بعد صفعة بريكزيت التي وجهتها بريطانيا تحديدا للاتحاد الأوروبي يتنام القلق في القارة العجوز من أن تؤدي السياسة الاقتصادية الجديدة للندن إلى ضغوط اقتصادية أكبر في أوروبا التي تعاني أصلا من أزمة طاقة غير مسبوقة نتيجة الحرب في أوكرانيا هذه الأزمة انعكست سياسيا واجتماعيا حيث يشهد العديد من الدول الأوروبي احتجاجات يومية على ما آلت إليه الأوضاع ولسيما معيشيا بسبب سياسات حكوماتها وذلك في ظل ارتفاع الأصوات الشعبية المطالبة بوقف الحرب مع روسيا لمواجهة ذلك يسارع بعض تلك الحكومات نحو حلول أشبه بالفردية لإنفاق مليارات اليوروات لخفض أسعار الوقود وغيرها تفاديا لثورات اجتماعية الصخة الشعبية في العديد من الدول الأوروبية قدى إلى صعود اليمين المتطرف كما حدث في إيطاليا مثلا مع وصول جورجيا ملوني إلى رئاسة الحكومة يضاف إلى هذا المشهد تصدع العلاقات داخل الاتحاد برز ذلك واضحا في الخلافات بين الرئيس الفرنسي وكذلك المستشار الألماني والتي انعكست إرباكا في اجتماع الاتحاد الأوروبي الأخير أعود لمناقشة ومتابعة هذا الحوار معكم ضيفين وتحديدا معك سيد أرنولد فيما يتعلق بواقع الاتحاد الأوروبي ما انعكاس هذه السياسة الاقتصادية الجديدة في لندن على وحدة الاتحاد الأوروبي ونحن نشهد هذا الصخط الشعبي المتنقل في العواصم والمدن الأوروبية والبحث عن حلول فردية يعني فيه فرق وخلافات شاسعة وهو حتى بالمقاربة تجاه ما يجري من أزمات اقتصادية وحتى بمقاربة الحرب في أوكرانيا من الماضح أن المملكة المتحدة اتخذت قرارها بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي عبر الوسائط الديمقراطية لكن تعقدت الأمور أكثر بعد ذلك نتيجة الجائحة والحرب في أوكرانيا وهذا قد أثنى الكثير من الحكومات المتوالية عن تطبيق إصلاحات أساسية على مستوى الاقتصاد البريطاني وكذلك الاستفادة من المزايا المحتملة من الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي حيث أننا ما عدنا مكابلين باللوائح والأنظمة الأوروبية وتدخلات كبيرة لمفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل وكان لابد دوما لحكومة البريطانية من أن تدعامل هذا التحدي بشكل سريع لرغم من الجوائح والصعوبات التي مثلت أمامها وأعتقد أن ريتشي سونك سيكون على قدر التوقع علما أن رئيس الوزراء يتعد من أصول تتدرج بين الهند وشرق إفريقيا ولذلك قد يكون القوى أدافها الأساسية التي تدعن الاستفادة من إصلاحات الخروج من الاتحاد هل أولا لك مقارنة بشكل أو بنوعا ما يمكن ما سميت مقارنة بعد فترة إدارة باراك أوباما ولا سيهم بأنه أيضا انحرذ من هذه الأصول بشرة ملونة بأن يكون المشهد مقارب نفسه أو مشابه سيدة جاك لأن تطرح هذه المسألة كذلك في الصحف البريطانية اليوم إن كان في هذه المقارنة تلميح لأصول الرئيس الأمريكي وأصول رئيس الوزراء سوناك لا أعتقد أن ذلك جوهري فالخيار قد اتخذ بناء على استحقاق رئيس الوزراء سوناك ومسألات العرق لا تأثير كبير لها فيما حدث لكنها بالطبع تشكل تظهيرا حقيقيا للفرص المتاحة في المملكة المتحدة فعائلات سيد سوناك قد أتت إلى بريطانيا وعملت بجهد وكاد كبير وقد دابت على إرسال ريتشي إلى أفضل المدارس والنتائج واضحة على هذا الاستثمار الذي قامت عائلته به لذلك المسألة تتعلق أكثر بالتركيز على نوعيتي وجوهري المرشح أكون تحدث سابقا عن أوباما أو السيد سوناك بدل أن تتبع نظرة تبسطية لتتمحر حول مسألة العرق ولا أعتقد أن لذلك تأثير كبير سيدة هدى العلاقة بين أوروبا وبريطانيا المفوضية الأوروبية سارعت مباشرة ودعت كذلك رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي بعد البريكزيت الالتزام الكامل كما قالت المتعلقة لسيما بالترتيبات الجمهوركية في أرلندا الشمالية وهذا يحن أيضا بربط حول واقع ومستقبل الاتحاد الأوروبي سيدة هدى يعني رئيس الوزراء المجاري قبل أيام يتحدث عن مستقبل بأن هذا الاتحاد سوف ينهار مثل انهيار الاتحاد السوفيتي وقال أنه أيضا هذا الانهيار هو مطلب أمريكي بريطاني في المهمة الأولى هل صحيح هذه المقاربة وهل نتحدث عن مستقبل أسود لهذا الاتحاد الأوروبي انطلاقا من الواقع الذي تعيشه بريطانيا؟ يعني في الواقع هناك خشية كبيرة فعلا من عدم تطبيق بريطانيا للاتفاقات التي وقعت مع الاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقات التي استغرقت صياغتها زمنا طويلا وأخذت الكثير من الجهد والمباحثات المتكررة حتى توصل الاتحاد الأوروبي إلى هذه الاتفاقات اليوم هناك خشية من عدم تطبيقها في بريطانيا بسبب هذه الصعوبات الاقتصادية التي تشتازها لذلك رأينا هذه المسارعة من المفوضية الأوروبية لتذكير بريطانيا بواجبتها هذا من ناحية أما من ناحية الاتحاد الأوروبي ككيان مهمته الأولى اقتصادية لأن الاتحاد الأوروبي ليس لديه جيش موحد ولا سياسة موحدة وحتى على صعيد الاقتصاد هناك انقصامات كثيرة وطويلة عريضة لم يتمكن الأوروبيون في اجتماعهم الأخير من المضي بها قدما نعم الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينهار فيما لو تعرض الاتحاد الأوروبي لانهيار اقتصادي كما الذي عاشته روسيا قبل ذلك أو الاتحاد السوفيتي قبل ذلك هل هناك خطر انسحاب بلد آخر من الاتحاد الأوروبي ليس في الوقت الراهن في الواقع ليس هناك بوادر لأي انسحاب هناك انتقادات هونجاريا نعرف وبلدان شرق أوروبا لديهم علاقتهم الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي تختلف عن بلدان هي تشكل قلب الاتحاد مثل ألمانيا وأوروبا هناك مساعي هناك لقاء قريب بين الرئيس الفرنسي أعلن عنه هذا المساء والمستشار الألماني شولتس لمحاولة تخطي الانقسامات وكنا نعرف أن ألمانيا وفرنسا قريبان جدا من بعضهما في سياسات كثيرة لكن في الفترة الأخيرة حصل تباعد وهناك محاولة لتجاوز هذا الانقسام يعني التخوف مثلا يأتي من بلد مثل إيطاليا حيث رئيسة الوزراء كانت من أكبر الداعين للالفصال عن الاتحاد الأوروبي وهي اليوم تقول أنها لم تعد تتبنى هذا الموقف أقله في التصريحات العلنية يعني كل شيء وارد مشكلة أن الاتحاد الأوروبي اليوم يمضي في اتجاه الولايات المتحدة دون سؤال دون مراجعة دون نقاش مع الولايات المتحدة وينفذ سياستها في العالم هذا يطرح مشكلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي بالنسبة للعملة الأوروبية وبالنسبة للسياسة الخارجية الأوروبية علما أنها ليست موحدة الذهاب مئة بالمئة بالاتجاه الأمريكي نعم يضرب الاتحاد الأوروبي الرغبة الأمريكية بضرب الاتحاد الأوروبي موجودة وقائمة منذ البداية هذا ليس بجديد لكن يبقى أن هذا ليس راهما لا نعرف ما الذي يمكن أن يجري بعد عشر أو عشرين سنة ولكن الله منطق السياسي هو مستمر ولو على حساب المصالح لهذه الدول الأوروبية نتحدث عن دول أساسية وتاريخيا أسست هذا الاتحاد الأوروبي نتحدث بمستقبل هذا الاتحاد هذه الكتلة الاتحاد الأوروبي وبلدان الاتحاد الأوروبي في معظمها عدى بلدان الاتحاد الأوروبي الاتحاد السوفيتي السابق بلدان شرق أوروبا نعم تدين للولايات المتحدة بدين الحرب العالمية الثانية هنا في فرنسا سياسيا يقولون أن أمريكا أو الولايات المتحدة هي التي أنقذتنا في هذه الحرب من ألمانيا النازية ونحن ندين لها بذلك هذا من ناحية من ناحية أخرى هناك حلف الأطلسي وكل هذه البلدان أطلسية وسياستها أطلسية ولا تستطيع أن تتخلى عن هذه السياسة طالما الحلف الأطلسي موجود رأينا الرئيس ماكرون قبل عام ونصف تقريبا يقول بأن حلف الأطلسي في حالة موت سريري لكنه سرعان ما تراجع عن هذا الموقف وعاد لينضم إلى الحلف وإلى سياسات الحلف التي ترسمها الولايات المتحدة لروسيا اليوم كما ترسمها لكل العالم سيدة يا شاك للأسف فقط أريد أن أضيف كلمة تفضع لسيدة الموقف الفرنسي مثلا لو أخذنا فرنسا من الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى تراجع فرنسا في كل أفريقيا وتزايد النفوذ الروسي فيها فرنسا تخسر على صعود كثيرة تخسر اقتصاديا ولا زال الرئيس الفرنسي ينتقد هذه الحرب ويهاجم الموقف الروسي أوروبا هي التي تخسر وليست الولايات المتحدة في كل هذه العملية سيد جاك وهنا نتحدث عن تاريخيا حليف أساسي بتنفيذ هذه الرغبة بتنفيذ هذه المصالح وهذه الاستراتيجيات في الداخل الأوروبي بريطانيا وكان التشجيع الأمريكي على البريكزيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أي انعكاس اليوم على هذا الواقع أو على مستقبل ووحدة الاتحاد الأوروبي بما يحصل في بريطانيا وهل يمكن الحديث عن نزاعات أخرى أو محطات يمكن انفصالية أخرى تؤدي إلى تفكك وانهيار هذا الاتحاد الأوروبي أعتقد أن المهم في هذا الأساس هو أن نلحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقل إن كانت تدعم بريكزيت أم لا كانت تعتبر أن الأمر يرتبط بمملكة المتحدة وكيف ستحدد علاقاتها بأوروبا مع الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي تربطه اتفاقات تجارية معممة مع المملكة المتحدة والطرفانية تقاني إلى تحسين العلاقات معنا على هذا الأساس بالطبع المسألة الشائكة الأساسية تتعلق بالحدود مع إلندا الشمالية وقد عارضتهم للتو بعض الصور التي تظهر تظاهرات شعبية قديمة بعض العهد لكن المهم أن نلحظه هو أن هذا الاتفاق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يعود إلى عهد طويلة ولكن هذا الاتفاق قد جرى ربما جرت زعزعاته من خلال بعض الإجراءات الأخيرة بالطبع نحن لا نرغب بالعودة إلى زمن الاختلالات المجتمعية المحلية وبالتالي لا نريد كذلك أن نساق لأي إملاءات يفرضها الاتحاد الأوروبي على تبدلات تجارية تحديدا بالنسبة إلى مملكة المتحدة وإلندا الشمالية وهذا ملف يؤدي إلى تواترات كبرى بالطبع وقد أفضى ذلك إلى انقطاعا في بعض الإمدادات من السلع على المستوى المحلي بالتالي التوتر هو في أوجهه ولا بد لنه أن نعود إلى التبدلات التجارية الملائمة الصحيحة والمسهلة وإلى علاقات متكافئة بين المملكة المتحدة وإلندا الشمالية من جهة والإتعاد الأوروبي وإن حصل ذلك ستتبدد هذه التوترات وسنستعيد الاستقرار المطلوب لذلك أعتقد أنها عصفة عابرة ولا بد لرئيس الوزراء الجديد أن يجلس إلى جانب الزملاء في الاتحاد الأوروبي لكي يتوصل الجميع إلى نظام وترتيب من شأنه أن يخفف من مستوى اللوائح المفروضة والقيود والإجراءات التي تزيد من الأكلاف على الجميع والتي يتسبب البروتوكول حالي بها شكرا جزيلا لك سيد جاك أرنالد عضو السابق في مجلس العموم البريطاني وكذلك المحل الاستراتيجي كنت معنا من لندن الشكر موصول لك سيدة هدى إبراهيم الكاتبة الصحفية كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس مشاهدين نذهب إلى فصل بعده نعود لمناقشة الملف الثاني عام على قرارات البرهان في السودان من جديد أهلا بكم ألاف المتظاهرين السودانيين في الشوارع في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري وللمطالبة بحكومة مدنية قادرة على إخراج البلاد من أزمتها المتظاهرون يطالبون العسكريين بالعودة إلى الثقنات بعدما اتهم قادتهم وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بنكفي كل تعهداته منذ عامين والتي تقضي بتقاسم السلطة مع المدنيين تمهيدا لانتخابات حرة في السودان وفي موقف مفاجئ دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء الحكم العسكري في السودان وذلك بعد نحو عام على إطاحة الحكومة المدنية بقيادة عبدالله حمدوك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتهم الجيش السوداني بتقويض التطلعات الديمقراطية للشعب بعد أن أطاح الحكومة التي يقودها المدنيون وكذلك شدد بلينكن على أن الوقت قد حان لإنهاء الحكم العسكري وإعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد بلينكن رأى أن تأليف حكومة مدنية جديدة في البلاد هو المفتاح لاستئناف المساعدات الدولية كما أكد أن بلاده مستعدة لاستخدام كل الأدوات المتاحة ضد من يسعى إلى عرقلة التقدم نحو التحول الديمقراطي في السودان لمناقشة ملفنا الثاني نرحب بضيفنا من باريس الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني الدكتور محمد ترشين مساء الخير دكتور محمد السودان بعد عام من قرارات البرهان ماذا جنت وما هي الأسباب في فشل خارطة الطريق التي تبنتها القيادة العسكرية في البداية مساء الخير والتحالي لك ولكل ستاة المشاهدين أنا في تقديري ونتيجة لكل المبررات التي ساقها وقدمها البرهان في بيانه لانقلاب في 25 أكتوبر العام الماضي الآن بعد بالفشل أولها تحدث بشكل مباشر بأن دواعي ومسببات هذا الانقلاب هو رقبة المؤسسة العسكرية في تحقيق الأمن والاستغرار لا سيما بأن فترة قحت أو المجلس المركزي لقوة الحرية التغيير وشركائه شهدت ولايات دارفور وكذلك شرق السودان أزيمات سياسية واختطال قبلي إلا أن ابان هذا العام أيضا فشل المجلس العسكري أو المجموعة العسكرية في تحقيق الأمن والاستغرار في كردفان الآن ونحن نتحدث إليكم هناك اشتباكات في ولاية غرب كردفان في لقاوة هناك الاعتصام الذي يجري أيضا في ولاية شمال وغرب كردفان كذلك الأقتال القبلي في النيل الأزرق كل هذه العوامل أثبتت بأن المؤسسة العسكرية فشلت في تحقيق الأمن والاستغرار للمواطن السوداني هناك أيضا المقاربة الاقتصادية المقاربة الاقتصادية هي تمثل حجر على العزرة والتحدي الحقيقي الذي يواجه البلاد وكذلك المجلس العسكري الحاكمة أو الحكومة الحاكمة فشلت تماما في تحقيق أي إيراءات أو تدابير اقتصادية تحت من تراجع القدرة الشرائية تراجع على التدخم، تراجع على الفسات الذي أصبح مستشري في كل المؤسسات ونتيجة لذلك أن نشاهد أن عدد كبير من القطاعات الآن دخل في إضراب عن العمل القطاعات حيوية كالتعليم وكالصحة وحتى التجار في القطاع الخاص بضلا عن ذلك الآن أنا في تقدير هذه الاحتياجات أيضا ومستمر منذ العام 2018 لكن في مجملة لن تحقق الشعارات التي ظلت ترفع وهي شعارات الحرية والسلام والعذالة لماذا؟ في تقديري لأن هؤلاء الجموع من الشباب ليس لديهم حاضنة سياسية تتبنى أبكارهم وتتبنى مشروعاتهم السياسية وإنما كل القوى السياسية التي الآن تتقطف رؤى وتتقطف مجهودات الشباب تراهد على تسوية سياسية ولحظنا ذلك منذ التسوية الأولى في أغسطس 2019 أفرزت عن وثيقة دستورية هشة بها العديد من الثقرات وبها العديد من الإشكاليات فضلا عن ذلك الآن هناك العديد من المهم دكتور محمد أفهم بهذا السياق أنه أيضا انقلاب أو عدم توحد المعارضة والقوى المدنية ونحن نتحدث اليوم عن ثلاثة تكتلات يعني كتلة أولى كما قيل بأنه كتلة استمالتها القيادة العسكرية وهي كتلة التوافق والتغيير وكتلة تعبر أو بشكل أو بآخر ذهبت بمسار التسوية الكتلة الثانية هي قوى أعلان الحرية والتغيير أيضا هي متحمسة بشكل لافت لما تسميه العملية السياسية لإنهاء هذا الانقلاب ونحن أمام كتلة معارضة ثالثة وهي تعتمد يمكن بشكل أساسي كما يسمى التحالف الجذري يعتمد على الحزب الشيوعي عدم توحد وتجانس هذه المعارضة بمشروع سياسي هي بشكل أساسي تساهم بإطالة أمد الأزمة في السودان وبتعنط القيادة العسكرية وبلا شك وهناك أيضا كتلة أخرى اللي هي الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وكذلك حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور وعادت من الفصائل كمجلس الصح والثوري وحركة العدل والمساوية السودانية كل هذه الفصائل اللي هي لديها أطروحات ولديها مواقف إذاء الأزمة السودانية وهذه ترفض أي مساوة أو أي اتفاق أو أي تفاهم على أي تسوية مقبلة مع القيادة العسكرية صحيح؟ هو بلا شك الآن هذه القوى تتباين في مواقفها هناك قوى تتحدث على أن الوسيقى التي قدمت من نغابة المحامين السودانين ستكون مرجعية تستورية للحل كوهؤلاء هم مجلس المركز للقوى الحرية والتغيير هناك مجموعات أخرى تتحدث عن التغيير الجزري الحزب الشوية والحلفاء هناك مجموعة الوفاق الوطنية تتحدث عن ضرورة توحيد كل المبادرة سواء كان المبادرات الداخلية والخارجية توحيد في إطار مبادرة واحدة ومن ثم البدء في إيراءات حوارية شاملة عبد الواحد محمد أحمد النور وهو رئيس حركة أيضا راجحة يتحدث على ضرورة أن يكون هناك حوار قبل السياقة وقبل تقديم المبادرات وما شابه ذلك فعموما أنا في تغييري ونتيجة لتباين القوى السياسية والآن هناك أيضا من معادلة لا نستبعيد عن نظام الألباية حزب المطور الوطن أيضا الآن يعمل بشكل أو بآخر بالعودة إلى المشهد السياسي فنحن نتحدث عن قرابة خمس قتل رئيسية الأمة وجودة فعيلة لديها أدواتها لديها وسائلها لتحقيق مكاسبها السياسية بتغدير كل هذه العوامل تصد بشكل مباشر في الحزب الأكبر والحزب الأكبر نحن لدينا في السودان هو مؤسسة الجيش باعتباره الذي يمتلك النفوذ العسكري ويمتلك النفوذ السياسي ويمتلك النفوذ حتى السياسي فبالتالي ونتيجة مضع الوضع الخارجي دكتور محمد بالنسبة للمؤسسة الأكبر المؤسسة العسكرية يعني ما قاله وزير الخارجية بلينكين بضرورة عودة هذه القيادات العسكرية إلى الثقنات وتقاسم السلطة مع سلطة مدنية أو حكومة مدنية ما مآلات وما خلفيات هذا التبدل بالغطاء الأمريكي الذي كان يمنح للبرهان والقيادة العسكرية وبلا شك مواغف الولايات المتحدة الأمريكية في ذغديري تشبه الكثير من التقاطعات وكثير من الاستخدام سياسة أو نظرية العصر والجزر في كثير من المواقف الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تصنف ما حدث في 25 نتوغر العام الماضي بأنه انقلاب عسكري الولايات المتحدة الأمريكية هي التي منح عبد الفتاح البرهان التأشير لدخول الولايات المتحدة الأمريكية والمشاركة في مؤتمر الجميع العام للأمم المتحدة كذلك الولايات المتحدة الأمريكية عملت بشكل أو بآخر النتيجة لنفوذها تأثيرا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إيقاف المشاريع المختبطة بالسودان فبالتالي التارة الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تارة تصعيد المواقف اتجاه المؤسسة العسكرية وتارة أخرى تقدم الجذرة بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعالى إذا مضت بشكل مطلق وصنفت محلة السودان بأنه انقلاب عسكري وفرضت عقوبات على الجنرالات وكذلك على الأوضاع الاقتصادية ذلك سيؤثر سلبا على المواطن الذي يعاني الآن الأمريك فضلا عن ذلك سيدفع ذلك المؤسسة العسكرية بالتضبع والدخول بشكل في علاقات جيوية استراتيجية مع الجانب الروسي وهذه الجوانب تخشاها الولايات المتحدة الأمريكية تماما بحيث أي وجود للروسي أو التحالف جيوية استراتيجية مع المؤسسة العسكرية مع الجانب الروسي دكتور محمد ابقى معنا لو سمحت إلى حين معاوذة الاتصال بك سنتقدم بهذا العرض الذي يفصل يمكن خارطة الطريقة التي تنصلة أو الوعود التي تنصلت منها القيادة العسكرية التي قادت البلاد منذ نحو عام بما عرف بانقلاب البرهان تحديدا بالخامس والعشرين من أكتوبر تشرين الأول قبل عام كان انقلاب مجلس السيادة في السودان بقيادة عبدالفتاح البرهان على حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك البرهان ألغى العمل بالوثيقة الدستورية الموقعة بين الشركين لكنه فشل بتأليف حكومة ما ترك البلاد من دون سلطة تنفيذية فعلية وأدخلها في فراغ حكومي منذ عام كامل وهو عام شهد فيه السودان عودة لزاعات المناطقية والقبلية في كل من النيل الأزرق ودارفور إلى جانب أزمة اقتصادية حادة وشبح مجاعة مع تحذير الأمم المتحدة من أن نصف السكان تقريبا يواجهون الجوع الحاد بسبب التراجع الكبير في المحاصيد أعود إليك دكتور محمد فيما يتعلق هل نقول بأن السيناريوهات المتوقعة للمشهد السوداني المزيد من الضغط على العسكر الرضوخ لإرادة الشعب ولسيما يقال أن مفتاح الدولي لهذا الانفتاح الدولي على السودان إنقاذه من هذه الأزمات الاقتصادية رهن التوافق بين كل الأطياف وأنا الآن من خلال متابعة المشهد السياسي في السودان الآن الأزمة عمام ثلاثة سيناريوهات السيناريو الأول أتوقع أنه نتيجة الآن للتباعد الكامل بين المؤسسة العسكرية والأطراحات التي تتحدث عن تسوية ونتيجة الاستفتاء الذي حدث من قبل الشباب أو المحتجين في اليوم وكذلك في 21 أكتوبا أتوقع أن تنضي المؤسسة العسكرية غدوما وأن تشكل حكومة حتى إن استدعى الأمر تسميها حكومة لتصريف العمال أو ما شابه ذلك حتى على اللي قد تسير دولة بالعمل بشكل أو بآخر هذا السيناريو متوقع السيناريو الثاني وهو ضرورة تقديم تنازلات من كل الأطراف الأزمة لا سيما الأطراف الجادة في التسوية السياسية كطرفية الحرية والتغيير المجلس المركدي والتوافق الوطني ومن بعد التوصل إلى اتفاقها وتشكيل حكومة في معواد وهذه الإيراد تحتاج إلى تنازلات كبيرة وتحتاج إلى شركاء أو إلى وسطاء لديهم نفوذ ولديهم تأثير بالضغط على طرفين وسطاء داخليين أما تحدث عن وسطاء خارجيين من يمتلكون مفتاح كما يقال أو يقول بلينكين المساعدات الدولية دكتور محمد للأسف الشديد كل الوسطاء الداخلية لا نفوذ لهم ولا تأثير لهم للأسف الشديد الأزمة السودانية كل المتحكمين بها في الخارج سواء كان لبعض القوى الإقليمية وبعض القوى الدولية وبالتالي أنا عندما أتحدث عن ضغط وتقديم تنازلات ينبغي أن تحرك القوى الإقليمية التي لديها تأثير مباشرة على الملف السودان وكذلك القوى الدولية الجزئية أو السيناريو الثالث وهو أن يكون هناك تغيير وفقا للمعطيات وهذا التغيير يستند أولا على حوار قبل الحديث عن أي مرجعية دستورية أو وثيقة دستورية وربما هذا الأمر يحتاج إلى أيضا تنازلات كبيرة جدا أكبر من تنازلات التسوية بالإضافة إلى ذلك محتاج إلى لغاءات وإلى جولات من التفاوض باعتبار أن الأزمة السودانية أزمة معقدة تتداخل فيها الكثير من العوامل أولا محركة الأثاثة إلى هذه العوامل أنا في تغدير البعد الإثني بأن هناك قوميات وهناك جماعات في السودان تشعر بالتهميش بأنها هي غير موجودة في صنع القرار أو غير موجودة في مراكز النفوز الاختصادي والثقافي للسودان منذ تشكيل وتكوين الدولة السودانية الحديثة فضلا عن ذلك هذه المجموعات لديها تحالفات ولديها اعتبارات وتقاطعات مع المجموعة الأخرى التي لديها تأثيرات ولديها وجود في المشهد السياسي أو منذ تشكيل الدولة السودانية فكل هذه العوامل تتقاطع مع بعض وتدفع الأزمة السودانية نحو التصعيد والآن ما نلاحظه من إشكاليات وإقتتال قبل في كردفان أو في دارفور أو في النير الأزرق هي نتيجة للصراع السياسي الذي يحدث في المركز وهذه الأزمة التي تحدث في المركز دائما تستطيع لكن ليست هي أيضا صراعات أجنحة بداخل المؤسسة العسكرية وهنا أنطلق بما ذكرته فقط الواشنطن بوست تتحدث عن تصاعد الصراع بين البرهان وإحمدتي تقول أن تصاعد الصراع على النفوذ بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بإحمدتي هو الذي يهدد البلاد بعدم الاستقرار هتين الشخصيتين إلى أي مدى هما يمكن عوامل أساسية بعدم استقرار البلاد واستمرار هذه النزاعات وما آلت إليه الظروف في السودان وبلا شك الرجلين لديهم تأثيرات ونفوص كبيرة على المشهد السياسي محمد حمداني استمت نفوصه وتأثيره من الدعم السريع كمؤسسة ومن ارتباطات الداخلية والخارجية لذلك البرهان يمثل المؤسسة العسكرية بكل تاريخها ومشاركاتها وصنعة للإقتلابات العسكرية في السودان باعتبار أنه الآن نحن نتحدث عن مؤسسة عسكرية دورة ربما يختلف عن التيارة الماضية التيارة الماضية كانت المؤسسة العسكرية يتم استخدامها وتوظيفها من قبل القوى السياسية لكن رأينا أن إنجلاب 25 أكتوبر وقبل 25 أكتوبر المؤسسة العسكرية في السودان أصبحت هي سباقة وهي التي تبادر للسيطرة على الأوضاع السياسية كما يحدث في العديد من الدول الميارة وفي العديد من الدول التي المؤسسات العسكرية فيها قوية وتأثيرات كبيرة على المشهد أنا في تقديري ونتيجة الخلافة الكبيرة الغير مكتوم والذي يصهر كثيرا في التصريحات وفي المواقف بين الدعم السريع كمؤسسة والمؤسسة العسكرية والجيش السوداني هذه الخلافات هي خطيرة بقدر الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار البلاد لكن هناك مصالح مشتركة وهي أولى أن كل الرجلين أو كل القيادات العلية في المؤسساتين هم متهمين بارتكاب جرائم ومتهمين بارتكاب فضاعات فهذه الجرائم بيتجبرهم على التعاون وعلى التنسيق في كثير من الملفات بل حتى ضرورة أن يكون هذا الأمر مخفي تماما لا يخرج للسطحة أو لا يخرج للجنود والأفراد مما يسهم بشكل مقاشر في حدوث مواجهات بين المؤسستين لكن أنا في تقديري الآن بالرغم من أن هذا الخلاف موجود محمد حمدان تقوله قاعد الدعم السريع لديه تموحات بأن يصبح حاكم سوزان الفعلي كذلك بالرغم من أن البرهان تحدث بأنه ليس لديه رغبة في أن يكون هو الحاكم لكن أنا في تقديري البرهان لديه أجندة يعمل على تنفيذها ويعمل على توظيفها هذه الأجندة ربما تطاقاتها مع مشروع التغيير والذين يوظف أجندتهم في خدمة القضية السياسية بشكل كامل هم الذين يفكرون له الحصانة أو الضمانات بأن لا يلاحق قضائيا فيما بعد فبالتالي هذه جزئية مهمة جدا إذا أردنا أن نتحدث عن أي تسوية مغبلة ومدى نجاح أو معالات هذه التسوية ينبغي الأغذف الإعتبار هذه الضرورة قضية يعني ما ختمت به يمكن هو السيناريو الأكثر واقعية والمنطقية الذي يتم التداول به دكتور محمد وهي المعلومة الأهم يمكن بما تقدمت به في ختام النقاش شكرا جزيلا لك دكتور محمد ترشين الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس الشكر الأكبر لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة هذه المسائية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة